مهم جدا ان احنا نواجه أزمة زيادة السكانية الرهيبة ده باستراتيجية وبعلم احنا يكفي الناس دي بعد كم سنة ايه ايه المحاصيلة تتزرع عشان الناس تبقى عايشة كويس ايه المدارس اللي تكفي الولاد ايه المصانع اللي تشغل الناس نحيه قاريت خبر مدش انه خلال الشهر اللي فات ده معدلات البطالة انخفض في مصر 7.5% يعني مدهش المشروعات دي كلها اللي شغالها هو مين ينفكر انه يبقى فيه مدينة زي مدينة العالمين كده بهذا المستوى العملاقة واضح ان هي مدية كبيرة يا سوزالي يا مدينة عملاقة مدينة عملاقة تتعمل بشكل سليم عالمي وصحيح ومتعوض بدل ما كتير جدا من الشركات راحت عملت مشاريع سكنية باعتها بمليارات وما فكرتش انها تعمل تنمية مستدامة في المنطقة بحيث تبقى فيه سياحة طوال 10 شهر فيه مشاريع توفق لها على انها مشاريع سياحية مش على انها بس سكنية المشاريع السكنية زائد سياحية وسكنية هي عملت السكنية 90% والسياحي 10% فبعت بمليارات رغم انه الدولة تقريبا قدت الاراضي للمشروعات الكبيرة جدا خصوصا للمستثمرين اللي جايين من بره تطلوم الاراضي شبه ببلاش في 2006 و2007